الموقع هو للنظام السوري واستهدف من قبل الجيش التركي وإلى كيف يقتل ثلاث عناصر باعتراف النظام من هذا الموقع ولكن هنا هذا التصعيد التركي ضد مواقع للنظام السوري الذي يأتي بعد حديث الآن عن تقارب بين دمشق وأنقرة وفتح صفحة جديدة والتعاون الدبلوماسي والتقارب الدبلوماسي بين البلدين كيف يبرر هذا القصف التركي على مواقع النظام لها القصف التركي لم يكن تصعيدا ولم تكن تركيا هي البادئة ما حصل أن قوات قسد ضربت على شالي أورفا إحدى الولايات الجنوبية ضربت مواقع يبدو أن الضربة لم تأتي بخسائر أو إلحة قسد هي من ضربت بالتالي المتهم ميليشيات قسد والرد يجب أن يكون لمواقع تحت سيطرة قسد لكن الضربة جاءت لمواقع قسد لماذا لا تكون قسد الآن بدأت تستعجل العملية العسكرية لعلها تستطيع زج النظام معها ويعني سحب البساط من تحت أرجل روسيا وميليشيات النظام قد تكون سارعت بهذه لا يتزال الصورة غير واضحة بشكل دقيق يعني نقول مئة بالمئة أنه نضع النقاط على العروف أما ما نراه الآن هو أن خلطة غير متجانسة على الجانب السوري فأي عمل عشكري أو غير عشكري يصدر عن هذه الخلطة أنا لا أشتغرب لا أشتغرب